أقولك يا ميجو نعم يا خوخ تعالا كده نحل اختبار صغير مع بعض زي في الزورة كده Let's do this quiz أنا موافق What's it about هو عن إيه الكوز ده يا خوخ يا سيدي عن The Nile الله نهر النيل That sounds very interesting هذا يبدو ممتعا جدا Of course طبعا يا ابني بص يا سيدي The Nile brings life to the whole of Egypt النيل داب بيقلب الحياة لمصر كلها No river Nile No Egypt مفيش مصر بدون نهر النيل Come on Yalla بقى Let's try Yalla نقرب Question 1 السؤال الاول يميقو Which sentence is true أي قملة من الاولها لك صح Is the Nile the shortest The longest Or the widest river in the world هو النيل ده أقصر ولا أطول ولا أعرض نهر في العالم I don't know صراحة أنا ما عرفش I guess it's the longest أعتقد كده أخام من يعني أنه الأطول What do you think أنت رأيك إي يا خوكة Yeah I know أنا عرفة Both the Amazon and the Nile are very very long كلا من نهر النيل ونهر الأمازون أنهر طويلة جدا جدا Let's choose B Yalla نختار B اللي هو أطول نهر في العالم Next question السؤال اللي جاي The Nile is 6,670 كيلومتر long نهر النيل ده 6,670 كيلومتر طول Is it like traveling بابا زي الصفر To the center of the earth لمركز الأرض ولا يسيدي traveling to the moon الصفر للأمر ولا traveling to Australia الصفر لأستراليا Maybe traveling to the center of the earth ممكن كده يكون زي الصفر لمركز الأرض I'm not sure بص يا ميجو أنا مش متأكدة That sounds like a good guess بس شكلك كده يعني خمنت تخمين صح Number three رقم ثلاثة We need to look at the pictures and decide which river is the Nile معنا صور ويلا نبص عليها ونخمن أي صورة فيهم هو نهر النيل I think it's C أعتقد هي الصورة الثالثة Why ليه بتقول كده ميجو In C you can see the Cairo Tower في الصورة C هتشوفي برج الكاهرة So it's clearly in Egypt فواضح قوي أن الصورة دي في مصر Okay Last one آخر سؤال How many branches does the Nile have in Egypt كم فرع للنيل في مصر معرفش I'm going to say three أقول مثلا ثلاثة That sounds like a good number يعني هي ثلاثة كده رقم كويس Check on your phone بص يا خوخة دخل على التليفون كده وشوفي Okay آها Zero branches هم فرعين اتنين بس يا ميجو بصراحة كانت محادثة رطيفة جدا ويعني يعرفنا معلومات جميلة عن نهر النيل بس إحنا عاوزين نعرف أكتر والمعلومات دي تثبت عندنا نعمل إيه؟ طبعا ده دور مستر مصطفى هيجي دلوقتي مستر مصطفى الأبطال سنة رابعة يرحب بيهم في أول درس في التربيد الثاني ويشرح لهم الدرس الجميل ده وكمان يعرفوا يكتبوا بيجراف على ذا النيل نهر النيل إحنا هنمشي دلوقتي ومستر مصطفى هيجي Good bye سلام عليكم أبطال سنة رابعة حباب قلبي وحشتوني جدا جدا النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض التربيد الثاني وهناخد أول درس في التربيد الثاني هو درس بسيط جدا وزي ما انتم شفته خوخة وميجو كانوا بيتكلموا على ذا النيل نهر النيل فالنهاردة هنتعلم عن ذا النيل وهنقدر إن احنا إن شاء الله نكتب بيجراف بسيط جدا وسهل جدا على ذا النيل فهركز يا بطا في فيديو النهاردة وتطلع منه إن شاء الله وحافظ وفهم الدرس كويس جدا ادينا اللايك الحلوة بتاعتك ويلا بينا من غير من ضايق آيوات كبير نبدأ مع بعض Connect 4 يعني 7 الوحدة السبعة Lesson 1 الدرس الأول ويلا بينات والجمل اللي موجودة في الدرس وبعد كده نقرأ الدرس أول حاجة عاوزين نعرفها يا ولادي يا كلمات سري 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 مدينة اكتبها طبعا معاك حضر ورقيتك وقلمك واكتب اكتب يا بطل واقول يا بطل ورايا سري 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 ليا المدينة الكبيرة سري 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 كايروزا بيج سري القاهرة مدينة كبيرة سري وبعد كده عندي building اللي هو المبنى building 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 بلد بس يبني الفعل بلد بس يبني طيب زاود ing بقى building مبنى building this is a building ده مبنى يبقى احنا كده قلنا سري وقلنا building ما تنساش وعندي بعد كده للقرية I live in a village احنا خدنا الكلمة دي قبل كده قرية قرية بحبك وانت مركز وانت عمل تقول ثلاث كلمات خدناهم سري building village قرية village يا بطل قرية village عندي بعد كده الغابة الغابة اسمها forest 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 لما تكلم مثلا على the line الاسد هو بعيش في الغابة forest سهلة اه سهلة forest 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 الغابة forest وبعد كده عندي desert الصحراء لأ كلمة شبعنا منها جدا لما كنا نتكلم على the camel the phanic fox the horse تكلمنا على desert habitat لا احنا خدناها كتير جدا desert desert الصحراء desert desert الصحراء ويه oasis يعني واحة واحة دي حبيبي اللي هي عرض كده في الصحراء بس غريبة شوية ليه لاني فيها مياه وفيها زرع فقلب الصحراء قا في قلب الصحراء في اسمها واحة واسمها بالانجليزي oasis 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 واحة oasis وكاي واحة oasis 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 وفي واحة مشهورة جدا لها السيوى oasis oasis واحة البطل بيقول البطل بيكتب oasis حبيبي oasis واحة ومن الكلمات برضو عندي نهر ركز 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 النهر ده اصلا احنا جينا علشان نهر اللي هو نهر النيل نهر اصلا يعني river 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 اوكي النهر اسمه river 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 تمام تمام نهر river r i v e r river علشان كده دايما نقول the river nile the river nile يعني is the river nile يعني نهر النيل river نهر river river نهر river ويه الجبل اسمه mountain 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 جبل mountain جبل mountain اكي mountain the mountain is very high اه جبل عالي جدا mountain جبل mountain جبل اكي mountain mountain حبيبي طبعا مركز مركز طبعا جبل يعني mountain اكي mountain mountain ويه اللي احنا جيين علشانه بقى النيل اسمه the nile ايه دا مصر هو the n capital طبعا طبعا اول حرف في اسماء الانهار بيكون capital حبيبي تمام زي اول حرف في اسماء البلاد والمدن والدول فاول حرف في الانهار ال n تبقى كابتا لتخلي بالك علشان خاطر the nile نهر النيل the nile the nile هو اوريب من العربي النيل nile تمام the nile the nile طب ليه ذا قبله يا مصر لانه ما فيش الا حاجة واحدة بس ما فيش الا نيل بس واحد في العالم يالحاجة الفريدة من نوعها اللي ما فيش منها الا واحد بس بنحط قبلها ذا فاسماء الانهار بنحط قبلهم the the nile the nile the nile okey نهر النيل the nile العرفني اني دا النيل الاهرامات موجودة يعني مصر the nile the nile الحبيب يعرفها خلاص the amazon نهر تاني بقى the amazon the amazon نهر الامزون وبردو the amazon هو نهر طويل جدا بس نهرنا احنا اطول تعرف انه نهر النيل ده اطول نهر في العالم السلام اطبعا the amazon نهر امزون the longest يعني الاطول هو مين الاطول هنا a ولا b ولا c لا c والسهم جاي على c فعلا لان c دا the longest الاطول طيب وايه علاقة كلمة دي بالنيل the nile is the longest river النيل هو اطول نهر in the world في العالم okay the longest the longest the longest الاطول the longest the longest احنا اخدنا قبل كده ذا والصفة وإيه السيتي the longest يعني الاطول جملة ركز واكتب لازم تكتب no way لازم تكتب the nile the nile is نهر النيل بيكون سهلة جدا the longest اطول هو اطول ايه اطول مدينة ازاي النهر اطول مدينة النيل اطول مدينة ازاي النيل اطول نهر the longest river the longest river in the world النيل اطول نهر في العالم تاني the nile is the longest river in the world تاني the nile is the longest river in the world لازم الجملة دي تكتبها لازم تعرفها ولازم تكتب في البراجراف عندك لما ديجي تكتب البراجراف على the nile فلازم no way لازم تكتب the nile is the longest river in the world تاني the nile is the longest river in the world اما بقى the shortest الاقصر the shortest ما لنش دعوى بيها احنا الاطول the shortest الاقصر the widest الاوسع الاعرض الاكثر اتساعا the widest the widest the widest لا احنا مش هنقول على the nile انه هو the widest احنا هنقول على the nile انه هو the longest river the nile is the longest river اطول نهر اما the widest يعني الاوسع او الاعرض the widest human لما البشر human انا وانت human 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 البشر human reptiles الزواحف reptiles اسمهم reptiles كلمة جديدة اكتبها اعرفها قولها ورددها reptiles يعني مثلا اذا كروكوديل التمساح the snake السعبين الزترل السلحفة lizard السحلية الحاجات دي كلها عيلة كده اسمها عيلة reptiles الزواحف معرفش انت اخذت الكلام ده في العلوم ولا لا بس هو الزواحف reptiles في معلومة جميلة جدا اعراها ان the nile crocodile تمساح النيل is the biggest reptile in the world هو اكبر زواحف في العالم عندنا ومشرف عندنا تمساح النيل هي كلمة زواحف يعني reptiles زواحف reptiles ده ايه ده reptiles ده من عيلة مين من عيلة reptiles الزواحف وانت of the planet's largest reptiles ايه ايه بلانت كوكب واحد من one of واحد من the planet's largest reptiles واحد من اكبر الزواحف في الكوكب اللي هو the nile crocodile اللي هو تمساح النيل lives in the nile بيعيش في النيل مشرف عندنا في النيل lives in the nile يا مستر همانا مش ممكن كده بسلوب اوسط يعني ان انا اقول ان the nile crocodile lives in the nile او ونغنيها كمان ليلة the nile crocodile lives in the nile the nile crocodile lives in the nile the nile crocodile lives in the nile تمام بلانت كوكب او لسألة planet 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 كوكب بلانت هي شبه نبات بس في حرف اي لو شلنا الاي بات بقى نبات هي planet كوكب cairo tower برج القاهرة cairo tower لو انا بسط لنهر وجنب النهر ده the cairo tower هاول اكيد النهر ده الني اللي اعرفني the cairo tower موجود برج القاهرة موجود cairo tower cairo tower cairo tower cairo tower كوز اللي هو يعني فزورة اختبار قصير كوز تمام كتخوخة وميجو بيقولوا let's do this quiz يلا نحل الكوز ده كوز هو اختبار قصير او فزورة كده كوز كاي اسمها كوز يا بابا كوز 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 انا القاهرة يبقى capital اذا capital هو الحرف capital او و capital برضو عاصمة العاصمة capital capital لندن عاصمة انجلترا باريس عاصمة فرنسا capital عاصمة capital interesting شيق شايف الولد ده مبسوط اوي مفتع الكتاب ومركز اوي ليه لان the book is interesting الكتاب شيق وانا اتمنى ان السيشن دا يكون interesting شيق interesting 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 شيق interesting population يا بابا ليا تعداد السكان population population فالمكان ده الناس اللي هنا اللي عايش هنا هم دول population تعداد السكان population population اسمها population تعداد السكان population population اوكي عدد السكان او تعداد السكان population population برانش فرع النيل ليه كان برانش ليه كان فرع two branches فرعين ودي حاجة خطيرة جدا ومهمة جدا ولازم يا حبيب قلبي تكتبها في البراجراف بتاع ثانيوه بس الاول اعرف ان فرع يعني برانش 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 طبعا النيل ماشي كده 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 اكيد خدت في الدراسات بقى ان ليه فرع كده وفرع يعني فرع برانش برانش عايز تجمعها فانت هضيف اي اس احنا اخدنا ان الكلمة اللي بتنتهي بسي اتش علشان تجمعها فبتضيف اي اس فتقول two branches فرعين فرعين الجملة الخطيرة الجملة المهمة قوي النيل له two branches فرعين in ايجيبت في مصر يبقى احنا قلنا النيل اطول نهر في مصر the nile is the longest river in the world وقلنا جملة خطيرة اوي برضو لازم تتقل في البراغراف the nile has two branches in egypt النيل له فرعين في مصر the nile has two branches in egypt turtle سلحفة ودي طبعا من الريبتايلز من الزواحف turtle 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 سلحفة crocodyl التمساح وده من الريبتايلز من الزواحف وقلنا ذا nile crocodyl تمساح النيل اللي هو اكبر زواحف اللي هو عايش في النيل crocodyl 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 c r o c o d i l e وانا صغير كنت بحفظ كده كنت بحفظ كنت بحفظ كده كنت بحفظ كده c r o c o d i l e crocodyl 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 التمساح خدناها بليه كده اصلا home home بيت صح وطن وطن تمساح النيل وطن وطن لمين وطن للزواحف وطن لحيوانات كتير وطن لطيور كتير home home بيت وبرضو ايه وطن home australia 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 وطبعا ما تنساش الاي capital australia 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 travel تو ياولاد يسافر الى والpast traveled تو فعلي منتظم travel تو travel تو travel تو travel تو زي ما هنقول مثلا travel to the center of the earth يسافر الى مركز الارض travel تو يسافر الى guess يخمن يوعد يفكر يا طرى مين اطول نهر في العالم خليني كده اخمن كده طب كم فرع how many branches كم فرع مثلا three لا انا خمنت غلط طيب two اه انا خمنت صح guess يخمن guess يخمن والpast guessed فعلي منتظم guess guessed guess guessed try يحاول هرفعها هرفعها كده هحاول هشوف هارف ولا try والpast tried قدامي سؤال فانا هحاول اجاوبه try tried try tried try tried بنقلب الواي لأي ابطال ونضيف ايدي try tried check يفحص او يتحقق من حاجة check check your answer تحقق من اجابتك check it on the phone رح تأكد منها على التليفون check والpast checked فعل منتظم check checked check checked check checked decide يقرر يا طرح ايه ولا بيه الاجابة دي ولا الاجابة دي اقرر يالله i can't decide انا مش ادرك قرر لا لا انا اختار دي خلاص i decided انا قررت decide يقرر d e c i d e يعني d e في الاول و d e في الاخر وفي النص c i decide اسمها decide خواه انت لها مستر مولتاش decade مثلا السي بعدها اي بقى السي لما يبقى بعدها اي او اي او y بتنطقها s decide decided decide decided يقرر decide no ما تنطق ليش الكي لأن الكي وراها ان فالكي لما يبقى وراها ان ما تنطقش الكي no يعرف no 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 والماضي ضم بق no 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 عرفة اكي فعل غير منتظم يعني ما فيش اضافة ed no 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 do يفعل والباست did لما قلنا مثلا do quiz هنا بقى نحل نحل الفزور do did do did زي do homework يعمل الواجب do والباست did do do did bring يحضر bring يحضر عمه ده بيحضر الparcel الطرد و جاي bring والباست brought bring brought حبيبي قول وكتب وركز يا بطل bring brought bring brought bring brought وبصت الجملة الحلوة the nail النيل brings بيحضر النيل هيحضر يحضر ايه life بيحضر الحياة يا سلام to Egypt لمصر النيل جاي بالحياة لمصر bring brought bring يحضر bring يحضر bring يحضر bring the nail brings سمعونا قبل قملة the nail brings النيل بيحضر life الحياة to the whole of Egypt لمصر كلها تاني the nail brings life النيل بيحضر الحياة to the whole of Egypt يا مصر واتجوم لدي ممكن اكتبها في الparagraph او يا حبيبي طبعا the nail brings life النيل يحضر الحياة to the whole of Egypt كانوا خوخها وميقو قالوا no nail no Egypt مفيش مفيش مصر بدون نيل the nail brings life النيل يحضر الحياة to the whole of Egypt think يفكر او يعتقد think let me think خليني افكر think والماضي thought خدناها كتير think thought think thought the center of the earth مركز الارض انت تعرف طول النهر طول نهر النيل 6670 километров 6670 كيلو عرف 6670 كيلو الطول النيل دا عمل زي صفر ليه مش استراليا لا لا الصفر traveling to the center of the earth الصفر لمركز الارض كأننا كده نزلنا 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 لغاية مركز الارض the center of the earth اعرف يا حبيبي واكتب ها يا حبيبي the center the center of the earth the center of the earth مركز الارض the center of the earth that sounds like هذا يبدو مثلا تول كده that sounds like traveling هذا يبدو مثلا الصفر to the center of the earth لمركز الارض that sounds like the nile is اني بيكون بيكون كم كيلو طولو 6 6 670 كيلومتر 6670 كيلومتر long طول that's like ودزي traveling السفر to the center of the earth لمركز الارض come on هيا come on come on come on come on come on هيا يلا come on come on let's بيجي بعدها مصدر let's do this cause let's do ما ينفعش تقول let's does طب يلا نلعب let's play مصدر play ما ينفعش اقول let's played طب يلا ناكل let's eat طب يلا نمشي let's go let's هيا بنا بيجي بعدها فعل في المصدر let's هيا بنا let's let's home for home هنا وطن home for mountain lee home for النيل mountain lee حيوانات وطيور كتير home for home for home for home for والجملة دي خطيرة وبرضو يا حبيبي يكتبها في بيجرافية بتاع النايل the nail is النيل بيكون home for mountain lee موطن لي different kinds أنواع مختلفة of fish من السمك بيجنوع واحد لا أنواع مختلفة birds الطيور and turtles والسلاحف تاني the nail is اني لبيكون home for mountain lee different kinds of تلاتة أنواع مختلفة من fish birds and turtles سمك طيور سلاحف fish birds and turtles the nail is home for different kinds of fish birds and turtles نقولها آخر مرة the nail is اني لبيكون home for موطن لي different kinds of fish birds and turtles بعد كده عندي the whole of Egypt مصر كلها فكر لما قلنا it brings life بيحضر الحياة to the whole of Egypt لمصر كلها تاني تاني it brings life بيحضر الحياة to the whole of Egypt لمصر كلها the whole of Egypt I'm not sure أنا مش متأكد I'm not sure أنا سألتك سؤال وإنت مش متأكد من الإجابة قول لي I'm not sure أنا مش متأكد I'm not sure Of course بتطبع Of course طبعا Of course Of course بتطبع Of course Okay Of course How many كم عدد How many branches كم عدد الأفراد بسرعة 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 Two branches فرعين How many كم عدد How many How many How many كم عدد How many boys كم عدد الولاد How many girls كم عدد البنات How many books كم عدد الكتب كم عدد الأقلم كم عدد الأفرع ده كده بالنسبة للكلمات والجمل وعرض الدرس التعالى لسه هننتقل للكتاب ونقرأ الدرس تاني من الكتاب اللي أخوخة وميجو كانوا قالوا عندنا برايجراف على ذانايل ونخلص الفيديو فيلا بنا يا بطل ننتقل للكتاب جينا للكتاب طبعا أول حاجة الكلمات اللي احنا لسه عرضينها وبعد كده تعالى ننزل كده تحت ونشوف بعد الكلمات هو جايب لي كده حاجة زي دي دي نو هل تعلم اللي بتبقى تتقل في الإزاع يعني فبيقول لي عاصمة القطط العالمية أو العاصمة العالمية للقطط عاصمة القطط في العالم كله in Romania موجودة في رومانيا has a cat population فيها تعداد قطط that is four times يا سلام larger than أكبر أربع مرات من the human population تعداد البشر مدينة في رومانيا فيها تعداد القطط أكتر أربع مرات من تعداد البشر يعني القطط طبما أصحاب المكان يعني the Nile is the longest river in the world قومت دي حبيب ألبي أعرفها جدا وأقول لك احفظها the Nile is the longest river in the world النيل أطول نهر في العالم the Nile is 6,670 kilometers long طوله 6,778 كيلو عارف دا زيئي that's like traveling to the center of the earth the Nile has two branches in Egypt النيل له فرعين في مصر تاني the Nile has two branches in Egypt the Nile is home for النيل mountain lee different kinds أنواع مختلفة of fish من السمك birds الطيور and turtles والسلاحف one of the planet's largest reptiles واحد من أكبر الزواحف في الكوكب الهو the Nile crocodile تمسح النيل lives in the Nile the Nile crocodile the Nile lives in the Nile كل شوية نغنيها طيب طبعا بالنسبة أي pop quiz واي حاجة في حصة حل قد تنسى تعال بص معايا هنا كده ونشوف المحادثة فالبنوتة الأولى بتقول let's do this quiz يلا نحل الاختبار ده أو الفزورة دي فالبنت دي قالت what's it about هو عن ايه قالت the Nile النيل تمام عن النيل فبعد كده قالت لها تعال كده نشوف قالت لها ايه قالت لها that sounds very interesting النيل that sounds very interesting هذا يبدو شيقا جدا طيب فالبنت قالت لها of course طبعا يا بنتي النيل 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 بيحضر الحياة لمصر كلها لا يوجد مصر من غير نهر النيل قمان يلا يلا نفع يلا نجرب يلا نجرب question 1 السؤالي الاول which sentence is true اي جملة صح is the Nile هال النيل the shortest اقصر ولا the longest أطول or the widest ولا أعرض river in the world رهر في العالم فالبنت أحدت تفكر I don't know لا 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 معرفش I don't know I guess أخمن أنا كده أعتقد يعني it is the longest river هو أطول نهر أعتقد أنه هو الأطول What do you think أنت رأيك إيه في الكلام ده What do you think قالت Yeah I know أنا عرفة But both the Amazon and the Nile كلا من الأمازون والنيل are very very long طول جدا جدا Let's choose B يلا نختار B اللي هو the longest Next question تاني سؤال The Nile is 6,670 كيلومتر long النيل 6,670 كيلومتر طول Is it like دا باء زاي Travelling to the center of the earth السفر لمركز الأرض ولا Travelling to the moon السفر للأمر or Travelling to Australia ولا السفر لأستراليا فائدة Maybe ممكن كده Travelling to the center of the earth السفر لمركز الأرض I'm not sure مش متأكدة That sounds like a good guess ممكن يبتغمينك صح Number 3 رقم 3 We need to look at the pictures يلا نروس على الصور عندنا 3 صور And decide ونقرر Which river is the Nile أي نهر في يوم هو النيل فالبنت قالت I think it's C أعتقد أن هي الصورة C Why طيب ليه بتعتقد أن هي C إيه اللي خلاكي تقولي أن هي C قالت في الصورة C You can see the Cairo Tower إنتي بتشوفي برج القايرة منور So It's clearly in Egypt فواضح قوي أن الصورة دي في مصر Okay Last one آخر سؤال How many branches كم عدد الأفرع Does the Nile have in Egypt إيه اللي نهر إنيل في مصر فالبنت هتحل غلط قالت I'm going to say three هقول تلاتة That sounds like a good number يعني شكله كده رقم حلو ثلاثة آه لا 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 Check on your phone تعالوا نتأكد من التليفون أوكي أها لما بحثنا لقينا There are two branches في فرعين وعندي كمان هل تعلم Did you know The Nile is home for النيل موطن لي different kinds أنواع مختلفة of ثلاث حاجات fish birds and turtles السمك والطيور والسلاحف One of the planet's largest reptiles واحد من أكبر الزواحف في العالم الكوكب يعني The Nile crocodile الوقت يمسح النيل lives in it بعيش فيه The Nile crocodile lives in The Nile يلا يا بطل ننتقل لآخر حاجة بقى اللي هو الparagraph تعال نبص على الparagraph على The Nile يلا بينا لو قال لك بقى اكتب لي الparagraph على The Nile النيل وعلى فكرة ده واحد من أهم الparagraphات في الترم كله الparagraph The Nile واحد من أشهر وأهم الparagraphات في الترم كله بص الparagraph عامل ازاي صغير قوي الجملة دي بس هنجمعها جميع بعضي كده يبقى paragraph حتقول له The Nile is the longest river in the world خلاص جملة انتهينا منها ده لازم تتقال النيل أطول نهر في العالم The Nile is the longest river in the world بعد كده أقول له The Nile has two branches in Egypt برضو سهلة قوي The Nile has two branches in Egypt The Nile has two branches in Egypt النيل له فرعين في مصر وبعد كده أقول له أقول له It's home for هو موطن لي different kinds of أنواع مختلفة من ثلاث حاجات fish, birds and turtles تاني It is home for هو موطن لي different kinds of fish, birds and turtles وآخر جملة أقول له It brings life بيحضر الحياة to the whole of Egypt لمصر كلها ده بالنسبة للبرغرافة الغنائيو النيل أطول نهر الفرعين اللي بيعيش فيه بيحضر الحياة للمصر كلها The Nile تاني The Nile is the longest river in the world The Nile is the longest river in the world The Nile has two branches in Egypt له فرعين في مصر It is home for Okay It is home for هو موطن لي different kinds of أنواع مختلفة من fish, birds and turtles السمك والطيور والسلاحف It brings life بيحضر الحياة to the whole of Egypt لمصر كلها بص يا بطل خد سكرينشوت للمنظر ده واحتفظ بي عندك وكل فيديو كده خد سكرينشوت للبرغراف واحتفظ بي عندك وكل شوية قراء على آخر الترم إن شاء الله مش هتلاقي يصدقني أي مشكلة في البرغراف خالص الموضوع بالنسبة لك هيكون بسيط جدا جدا يلا بقى أخد سكرينشوت وخلوز خلصنا فيديو النهاردة شكرا جدا المشاهدة وشكرا أنك كاملت للفيديو للآخر بحبك جدا حاول أنك تكتب برغراف على The Nile ضروري جدا بعد الفيديو وهتوحشن كتير جدا لغاية السيشنة إن شاء الله وتنسيش اللايك الحلوة بتاعتك قبل ما تقفل سلام يا بطل Good bye